قوات السورية الديمقراطية أعلنت بدء المرحلة الأخيرة من معرقة تحرير الرقة وذلك غدت خروج أكثر من 3000 مدني ومسلحين محليين من التنظيم بموجب الاتفاق الذي تم بين مجلس الرقة المدني ووجهاء العشائر للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين ويؤكد مسؤول قوات السورية الديمقراطية بأن الرقة باتت خالية تماما من المدنيين باستثناء بعض عائلات المقاتلين الأجانب الذين ما زالوا في المدينة مشيرين إلى أن التقديرات لديهم تفيد ببقاء ما بين 200 و300 مسلح من التنظيم مما رفضوا الاستسلام ويتحصنون في مواقع متفرقة في وسط وشمال المدينة من جهتي أصدر مجلس الرقة المدني بيانا نفى فيه خروج مقاتلين أجانب في إطار الصفقة مؤكدا أنه لا يمكن الصفح عن هؤلاء وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش قد أكد إصراره على عدم السماح للمقاتلين الأجانب بمغادرة المدينة وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون إن آخر ما يريده التحالف هو أن يرى المقاتلين الأجانب يغادرون الرقة وبالتالي فإن عليهم إما البقاء في المدينة والقتال أو الاستسلام دون شروط ويتوقع التحالف الدولي الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية معارك صعبة خلال الأيام المقبلة اشتركوا في القناة